مرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير شاء العيدكم مبروك قناة القلم أسرتها الموسعة تسهر معاكم الليلة في استقبال العيد السعيد وما أجملش من هاللحظات هذية وما أحلاش من مثل هالمناسبة باش نطلقاوا مع مشاهدين الكرام في تونس وخارج تونس ونقولوا لهم شاء الله كل عام وانتم أحيين بخير مش نسهر معاكم سهرة العائلة الواحدة نسهر مع قناة القلم مع مشاهديها مع كل المتفرجين اللي أنسونا على امتداد شهر رمضان وفي مختلف الباقة الرمضانية في برامجها المتعدة والمتنوعة فأهلا وسهلا بالجميع وكل عام وتونس وكل عام وشعب تونس بخير ترجمة نانسي قنقر 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 من منا معصوم الملاك من منا يرضيه الهلاك من منا معصوم الملاك من منا يرضيه الهلاك قل بربي من هدى غير رحمته القوية غير رحمته القوية إسلام لديم السماح دين المحبة والفلاح فلماذا من أجل الصلاح تبدو عنفا يا أخي سلفنا كانوا كراما وهديهم كان سلاما سلفنا كانوا كراما وهديهم كان سلاما ومتى كان انتقاما أما حرم عنك دمي أما حرم عنك دمي إسلام لديم السماح دين المحبة والفلاح فلماذا من أجل الصلاح تبدو عنفا يا أخي تبدو عنفا يا أخي شكرا لفنان حسين عامر على هذا النغم الجديد الذي نستقبل به عيد السعيد أهلا وسهلا بك حسين كل سنة في جي طيبة بخير عيد مبروك مرحبا بك الله ينور غيرتك من شاء الله عيد مبروك على كل الأمة الإسلامية والأمة العربية بصيرها خاصة وفي هذه الظروف الخاصة والغروف ما فيها وما عليها لكن نستقبل العيد بالابتسامة نستقبل العيد بالفرحة نستقبل العيد برسالة السلام برسالة الإسلام بكل معالي النبيلة في دين الحنيف دين الرسول الكريم دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لحقيقة كل عيد يجي لازم الإنسان يدخل العيد بالجديد ويدخل العيد سواء كان جديد في مستوى تعامله مع القيم النبيلة لهذا العيد ولا حتى في لباسه بالنسبة لحسين عامر اختار أنه يقابل الناس ويستقبل العيد معهم بالجديد رسالة نبيلة والله هو إسلامنا دين السماحي نشكركم على الاستضافة هذه يا عيشك إن شاء الله قناة القلم ترنوا إلى ما هو خير وإلى ما فيه صلاح الأمة بصفة عامة إلى ما فيه خير هالولاد ولادنا العزيزة تونس أغاية العزيزة علينا غادرنا شهر الفضيل شهر رمضان بركت ورحمت إن شاء الله يا رب يكونوا من العتقاء ومن النار إن شاء الله استقبلنا العيد عيد الإسلام عيد المسلمين عيد عيد الصغير نسميه بلاجتنا في تونس اللي إن شاء الله من خلاله هو ترجع لابتسامة ترجع لابتسامة اللي نخذوها ومستحقيلة خاصة لابتسامة الطفل ابتسامة البراءة ابتسامة السلام ابتسامة البعيدة عن كل المقاييس وكل هالتجاذبات وهل 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 هكذا عليش اخترت عنوان النغم إسلام منادين والسماحي أغنية الكلمات للطهر ساسي والأرحال لسليم عبدالله وتوزيع المحامل لجريدلي مشروع غنائي في توجه جديد في تغير جري على مستوى مسيرتي الفنية غيرنا الاسم وغيرنا النمط الموسيقي وتوجهنا توجه كله قلبا وقالدا حسين احنا مش تكون لنا بطبيعة الحال في هذه السهرة لقاءات متنوعة معاك وأكيد أنه أيضا جمهورنا العزيز على قناة القلم مش تكون له فرصة أنه نتعرف على أجواء استقبال العيد السعيد بألوان مختلفة منها الألوان الفنية ومنها ضيوفنا لأنسونا صحبة الأسرة الموسعة لقناة القلم خاصة على امتداد البرمجة الرمضانية كما استقبلنا الفنان حسين عامر مش يكون أيضا معنا في هذا اللقاء الفنان المتميز جمال الشابي صحبة الأسرة المترجم 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 موسيقى 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 هدية لكل جمهورنا لكل أحبائنا على قناة القلم في استقبال العيد السعيد أهلا وسهلا بالفنان جمال الشابي نستقبلوك بكل محبة لأنه أتحفتنا بباقة غنائية متميزة في هذه السهرة مرحبا بك كل عام ونتي بخير جماعة أهلا وسهلا بيك هيدك مبروح نورنا بهالزي المتميز ونورنا بهالغناء السمح اللي عوتنا به دائما الله يبيرك فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حب أنهنيو شعبنا التونسي الأبي الطيب الكريم وكل الشعوب الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارئ كان رمضان صعب على الشعب التونسي لكن الحمد لله يعني قلوبنا وصبرنا وحبنا وودنا والشعب الكريم هدايا وطبعه وتقاليده تجليه تجاوز كل الصعوبات فألف شكر وألف تحية لكل صابر وكل يعني محب لهالوطن العزيز الغالي ونقول لهم كل عام حيين بخير وبصحة جيدة والعائلات شهدائنا نحن معاكم بالقلب وبالكلمة وبالعطف بالود نذكركم في كل وقت في كل حين والشكر لكم على صبركم وعلى ودكم وحبكم نعم جميل شنون يلقيك بحسين دائما خلاف الغناء والموسيقى وخلاف حبكم للأنغام حسين يسمى حسين الجهة حسين عنا علاقة طيبة وطيلة ببعضنا في كل مناسبات لنكلم ببعضنا حسين في نقابة الفنانين ساهم في يذكر الفنانين المتقاعدين في السفاقس في مناسبات سعيدة في المساعدة في المنظمة هذية نحن أخيان ونحن كلنا ولد دونس ونحن نحب الموسيقى الراقية أو الفن الراقي وهذا الجو هذا الدين نأمل أنه نعمل قاعدة جبهرية كبيرة ونحب جمهورنا المتعطش اللون هذية يجينا ويشجعنا ويساعدنا ونحن إن شاء الله نكونوا في المساعدة لأنه بعد مسيرة متنوعة من الأعمال الغنائية بألوان مختلفة بمواضيع متنوعة حسين عامر ينتقل إلى تجربة جديدة جمال الشابي ينتقل أيضا إلى تجربة ربما شبيهة في الاختيار ولكن فيها تنوع في مستوى الأنغام والحمد لله حسين بعد الحجة وكيف كيف أنا الحمد لله توجهنا بطريقة هذه وانت زادة بعد الحجة حمد لله وقت صوتك في ذكر الله في محبة رسول الله أكيد أنك تنجح وتلقى الأوفي الصغية والجمهور الواسعة حمد لله جمال مش نخلي الحوار بينك وبين حسين نغما وموسيقى في صهرة عيد احنا نصافحه في الناس الليلة واحنا نستقبل إن شاء الله عيد الفترة للمبارك خلينا من الكلام مش يكون صهرة نغم وأيضا صهرة استقبال ضيوف مش يكونوا حاضرين معنا في هذه المنوعة فشنو تجم تغنينا لجمهورنا ولأيضا لحسين هو تجيبك بالغناء تحية لفرقة الفنان جمال الشابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نور العيوم وللقلوب طبيب موسيقى في الأرض أحمد وفي السماء وفي السماء محمد عند الإله عند الإله عند الإله مقرب محمود طالع البدر علينا بنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا للهداء طالع البدر علينا بنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا للهداء حبك يا محمد فرض عين حبك يا محمد فرض عين وقلبي فيك مشغول وفان وفوق المرسلين وفوق المرسلين رفعت قدرا يا سيدي يا رسول الله وفوق المرسلين رفعت قدرا وفوق المرسلين رفعت قدرا ومالكر بخطاء حاب 오래 من السماء خاطر انظري pane وفوق المرسلين خطر انظري خطر yep خطر انظري كول وال torque خطر انظري هاتي هاتي يا الله هاتي يا نبي المعجزات ليس لله مكان ليس للعزة ثبات وحيد الله ووحيد شملنا بعد الشتات أن تألفنا قلوبا شبها طول الصراع وعلى علماته علينا من ديات الوداء وعلى علماته علينا من ديات الوداء شكراً شكراً للفنان جمال الشابي وللفنان حسين عامر محلاها لما ومحلاها لقاء أيضاً يجمع ما بين الفنانين وما بين الأسرة التونسية كيف تستقبل عيد سعيد وبهالأنغام المزيانة هذه ما يكون إلا إن شاء الله لاحظاته تكون أحلى وخير هكو لا يا حسين هو يعني تعقيب على التحاول لي كان جميل مع فويا جمال وهذا ملخصاني في اسباح ونجمال في الأدب وفي الرقة وفي الثقافة ما شاء الله يعني هو مش قطع مع ما مضاه لكن هو تغيير في النمط تغيير في وكل مجهول سواء على المستوى الفني على المستوى المصيط وكل عمل محمود عند ربي الحمد لله في الأمور الأخرى ما أحلى وما أحرم الحلال وبين والحرام وبين حبوا الفرس الكلمة الأطيب عند ربي وما خيرش من مدح المصطفى ما خيرش من أنك تتجلب المولى سبحانه وتعالى ما خيرش من أنك تتطلب القيام الإنسانية والقيام الكونية فهذا هو هذا اختيار مدروس من الفنانين حسين عامر وجمال الشابي والجمهور هو اللي ليها نعم والحمد لله أيضاً فوزي بن جامرة ما تحية لك ولي كان لإختيار أيضاً والسيوخ اللي تربين عليهم فعلاً فعلاً جميل لنا والحب شكري كبير لقناة القلم يا عايش شكراً مرحبا بكم فيها ودعوة في العيد هذا لرجال الأعمال والمؤسسات أن يدعبوا قناة القلم بيش تسمو وتبقى وتنور بلادنا وخارج البلادنا كما أنتم منوريننا كما جمهورنا أيضاً منورنا مرحبا بكم دائماً في السهرة الخاصة التي صافح فيها قناة القلم جمهورها سواء كان في تونس أو خارج تونس قلنا أن السهرة الليلة هي صهرة فرح هي صهرة أيضا استقبال لمناسبة عزيزة على كل المسلمين وهي أيضا سهرة فيها رسائل ورسالة لابد أن نوجهها في صهريتنا الليلة هذه الرسالة أولا نترحم فيها على أرواح شهدائنا رب يرحمهم لأن هذوك هما شهداء الوطن هما شهداء هذا الوطن العزيز يذودون عن حرمته ويدافعون عنه دائما هكذا لماذا لا ننسوهم في هذه المناسبة رب يرحمهم وأكيد أيضا تونس الكل بأبنائها برجالها بنسائها لكل هم جنود يدافعون عن حرمة هذا الوطن متحدين متكاتفين متعضين دائما وفما ناس تخدم وتجتهد لابد أن نوجه لهم تحية في صهرة العيد الناس هذو ما نكتشفه ما بعدنا لأنه قد ما يخدموا وباقي شوية كيف نوجهوهم الشكر والتحية هما يرواه واجب وأحنا نرواه كذلك واجب أن نحييوهم في مثل هذه المناسبة إن شاء الله كل عامة يا حيب خير وعيدك مبروك هذه حاجة بسطة من قناة القلم تقدير للمجهودات اللي تقوم بها من أجل تونس مبارك الله فيكم ومبارك الله في قناة القلم ومجهودات الجبارة وتجيئة متعنا زادة إذية إذية يبث فينا حب العمل ومواصلة على الدرب كل عام أنت حيب خير وكل عام والشعب التونسي كله حيب خير وفي البداية نحب نقدم تحية شكر وأكبر لزملائنا من الجيش الوطني وجميع الزملاء الأمنين سواء شرطة حماية مدنية حرس وطني سجون وأصلاح وكافة الأسر الأمنية يقيد دورة الحمار لو نيجي دمك أنهار عزمك ما تصدو فيها شعلا كل عام أنت بزادة حييني بخير وشعلا بلادنا بالفخير من تحترما بيران من تحترما بيران من تحترما بيران من تحترما بيران أعطيكم الصحة في البادرة متاعكم خانة القلم ومشكروه نسبة لي ما إحنا ضيوة جبنة وبلادنا اللي أحموها وعننا شحة تمزيع في كل وقات في عيد ولا غير عيد ونخليه إنسانا ونخليه عائلاتنا ومهاتنا ونجيه ونحميه وتونس شعب العزة لولاك شمس الحرية متباك شعب العزة لولاك شمس الحرية متباك شكرا للمشاهدة إن شاء الله كل عام بخير إن شاء الله عيد كمبروك نحب نعيد على الناس كل وعلى الشعب التونسي كل إن شاء الله يعمل أمن وترجع بلادنا كما كانت والباس والحمد لله وميرسي على المشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وحبه كل في بلاد عنا بلاد نقبل الدار نكملوا مهمة البلاد ننشطهم بعد الجيد دار نروحوا بعد الدار ونفخوا بعد نجيه كل شي يجي فوق عنا ما عناش بالنسبة لقوات المداخلي ولا قوات المسلحة ولا غيرة عناش عنا يا معيد عنا لعيد متاعنا كي نبدأ كي تبدأ المواطن يعيد مرتاح وآمن في حياته مع عائلته ومع صغاره أنا منيش بعيد على داري أنا في داري داري تونس فهمتني ولا دي ما بحثيه وتونس في قلبية لولا قبل الداري وقبل الناس كل هذي واحد يخدم على جيل تونس وذكا هي خدمتنا واحد بعيد على الدار واحد يجي يخدم في الليل في النهار ريسك برشا حاجات واحد يقول كل عام والشعب التونسي بخير نحبك يا شعب 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 التونسي وعيدك بالمناسبة دي في يوم العيد شعب التونس شعلا أقول لكم عيدكم مضروك وإن شعلا بلادنا في حسن إن شعلا بلادنا الأمن يستطلبوا إن شعلا بلادنا تريد لما تهنوا تونس برجالة وإن شعلا عيد التونسي وكل بخير عاونونا كمجتمع المدني بيش توضحنا الرؤية بيش نخدمونا نحن كلا الأمن يعودوا لباس وترى تونس ترجع لباس كما كمنا والباس الحمد لله والله نحب نقول للشعب التونسي إن شعلا عيدكم مبروك وإن شعلا تقفوا معنا عيد واحدة من الجل تونس العزيز علينا بالورد حينا هالأسرة الموسعة من الأمنيين من العسكريين من الحماية المدنية من جيشنا للعتيد لكل من يذود عن حرمة الوطن بالوردة حيوة وأكيد أن رمزية الوردة رمزية كبيرة وإحنا نصافح هذه الأسرة شعلا كل عام وهي حية بخير وأنتم شعلا ديما مشاهدين الأعزاء ديما فرحانين وشعلا في بلد الفرح والأمان والخير دائما نلتقي أسرة القلم في شهر رمضان كانت أسرة موسعة في مستوى إنتاج البرامج المتنوعة ومن البرامج اللي لقات استحسان عدد وافر من جمهور قناة القلم برامج نعتبرها باقة فعلا هي باقة من الورود ولكنها باقة من العبر باقة من الحكم باقة من المبادئ من الثوابت من المعاني السامية اللي ديننا الحنيف ينشر فيها دائما واللي أكيد أنه قد من جد التعاملنا معها إلا وحماسنا وكذلك رغبتنا في أن ننهل منها أكثر يزيد يوم بعد يوم هكذا عليه شا حنا مش نصافح الآن شيخين متميزين بقدرتهم أولا على التواصل مع الجمهور وثانيا بقدرتهم على أنهم يوصلوا الكلمة الطيبة لجمهور قناة القلم يسعدنا أن نصافح في صهرة العيد شيخ فاضل متميز بهذه الخصال سي عبد العزيز ذوكي أهلا وسهلا بك شيخنا مرحبا بك أنسنا ومنورنا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك كل عام تحيب خير وعيد مبروك عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ومم وبركة رمضان كريم على امتداد شهر رمضان ونحن نقول لك سألها عيد كريم لك يا شيخ برك الله فيك نوري سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بطول العمور لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلا حتى يبلغ رمضان اللهم بلغني رمضان أيام عديدة وسنين مديدة أمين يا ربي صلى الله عليه وسلم إنه في رمضان من خير ويمن وبرك برك الله منور الشاشة منورها أولا بالنور اللي أعطيك ربي في الشاشة وبنور الحكم والعبارة اللي قاعد تقدم فيها على امتداد شهر رمضان في قناة القلم كيف شقيت التجربة هذه يا شيخ والله يا حقيقة أنا أختي في قناة القلم أنا بكلم شيخ محمد النبيني شيخ فتح الباعي شي نعمل بن سالم وكل خيان سيكني مشكيوا سي سهي تحية كبيرة اليوم لأنه فعلا جنود خفية يقدموا في الخفية حقيقة نبارك الله فيه والتجربة في البرنامج بتاعي تجربة الحقيقة أول تجربة أول تجربة أول تجربة مع الكاميرا نعم سي ما شاء الله هيك الخدرة التواصلية شيخ منين يا ذي كمين كلها اللهم اجعلني خير اللهم لك الحمد هذا الفضل من أجساس المخرجي اللي خرج لي البرنامج ولي محمد علي الحلواني تحية لي تحية لي أول أخي اللي تحب وينجح كن مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى الحمد لله إذا كان مخلص إذا كان كلامك بإذن الله خارج من القلب فحد من سيصل إلى القلب يبيد الله سبحانه وتعالى توقيمة نعم تفضل إذا كان كلام خارج من الفم وليس يوصل للذين فقط إذا كان خارج من القلب يوصل للقلب والحمد لله أنت تكلمت من القلب ومن القلب أيضا نحيي أيضا في صاريطنا الليلة اسم بيرز في قناة القلم ضمن البرمجة الرمضانية الشيخ مليح وما أدرك ما شيخ مليح أهلا وسهلا بيك وعيدك مبروك كل عام أهلا وسهلا بيك ومشاهدين يعيشك أنت تعملت مع أعليم في الإسلام وانت كنت علم في قناة القلم في رمضان أستغفر الله العظيم أخي الكريم أنا عندما اخترت والأخ المخرج اخترنا هذا البرنامج نعم القصد منه أن نتحدث عن هذه الشخصيات نعم نعيش معها نتأسى بها لماذا؟ لأنها كلها رضعت من لبان النبوة فعندما نتحدث عن المصحب نتحدث عن بلال نتحدث عن صهيب رضي الله عنهم وأرضاهم كيف بذل الغالية والنفيس في سبيل هذه الدعوة فما أحران نحن أن نتأسى بهم أن نسلك خطاهم أن نسير على نهجهم لماذا هم قدموا؟ فبلغوا العالم إجمع ونحن رغم أننا ندعى مسلمين ما زلنا في ركب التأخر والانحطاط لماذا؟ لأننا أخذنا الإسمة ولم نأخذ الفعل والعمل الذي ربي عليه هؤلاء وانت حبي تصل لهذه الغاية في البرنامج أعلام في الإسلام أعلام في الإسلام وحاولت بفضل الله سبحانه وتعالى أن نمر إلى جنود الخفاء الذين يعني غابوا بعض الشيء عن ذاكرة المسلمين كلهم يعلم خالد بن الوليد أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم لكن عندما تتحدث مثلا عن هذا الدين العظيم دائما يقولون نحن عرب نحن كذا نحن كذا هذه القوميات قتلتنا في حين أننا عندما ننظر إلى أن الإسلام قد قام على مثلا على أربعة ننظر إلى هذه العصبية المقيتة التي رفضها الإسلام صهيب الرومي بلال الحبشي سلمان الفارسي قسامة بن زيد القرشي ما أعظم هؤلاء إذن ما هو المطلوب مننا بعد أن نخذينا العبر هذه من هذه الأسماء ومن هذه الأعلام هؤلاء لما خلدهم التاريخ لما خلدهم لأنهم ساروا على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام فكان القسوة كان المعلم كان المستاذ نحن نعود إلى هؤلاء لنتأسى بهم ونأخذ ننهل من معين النبوة الصافي نحن دائما ننظر إليها هؤلاء العظماء في التاريخ لما وعدنا الحبيب المصطفى سيد الخلق نعم شيخ مليح كان فم التنوع في مستوى الأعلام وأكيد أنه جمهورنا استفاد من هذه الأعلام تتفرج فيه برامج أخرى مثلا هذا سيدنا وأستاذنا وشيخنا يعني دائما إياك أن يصيبك الكبر من علم تملكه أو من طريقة تؤديها قدمت تعالى بيقي شوية دائما فهو أستاذنا وشيخنا وقدوتنا يعني نتلمس منه طريقة حديثة علماءنا ولله المنة والفضل يعني أنا أذكر عندما درست في كلية الشريعة وصول الدين بـ 68 درست على أعلام الشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله العربي العنابي الشادل النيفر المهدي النيفر الحطاب بوشنا أسمع رموز أسمع رموز كبار وأقن بقي واحد من الأجلاء الذين أحترمهم جدا وأوجه له تحية أكبار هو أستاذي درسني بالسنة الرابعة دراسات قرآنية الشيخ محمد مختار السلامي أمد الله بعمره ومتعه بالصحة فهو الأب والأستاذ والشيخ والصديق إن شاء الله يشاهدك وإن شاء الله هتكون التحية وصلت أنا نحب نحيي زيادة زوز أعلام من توم من الأعلام اللي استفدنا منكم كثيرا في شهر رمضان على باقة قناة القلم شكرا لك شيخ مليح صلى كل سنوتي طيب بخير وعيد مبروك كل عام أنتوا بخير وقناة القلم بخير فقط أوجه دعوة لكل من يملك من لي أن يساهم في إنجاح هذه القناة رسالتها عظيمة وهدفها نبيل سامن فتحية لمن ساهم وتسجيعا لمن لم يساهم نحن فقط أريد أن أختم لا يمكن أن ينجح عمل إلا بتضافر الجهود نحن ماذا يقول الشاعر أصابع كف المرء في العد خمسة لكنها في مقبض السيف واحد الله الله حكمة جديدة هذه أيضا من الشيخ مليح في سهرة العيد شاء الله كل عام ونتي بخير أيضا شيخنا الفاذ السيا عبد العزيز الوكيل كل عام ونتي حيب خير سهرة متواصلة معكم بضيوفها وبأنغامها وبفنانيها والفقرة الآن مع الفنان حسين عامر شكرا للمشاهدة 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 للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة تعالى أن يرضى به عنه ويرضي به الجمهور هذا تقول تواضعاً ولا كيفية سوناس يا أمر على كل حال نحن لا نزكي أعمالنا ونترك ذلك لله سبحانه وتعالى نرجو فيه الإخلاص ونرجو أن تكون في منفع لجمهورنا العريض وبالمناسبة نحب أن نقدم تحية شكر لأختنا الكبرى وهي إذاعة السفاقس التي جمعتنا سابقاً جمعتني مع أستاذي وصديق سي أحمد أشحيمة في برامج إذاعية نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع العاملين فيها بوفور الصحة والعافية نعم سي أحمد أنت عوتنا بكل حلقة من زيدني علماً إلا وتعطينا دعاة باهي نحن في اليلة تعيط والناس إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما الناس سعيدة شنو الدعاء التي تجم تقدمونا ولا التحية التي تقدمها لجمهورنا العزيزة اللي شاهد فينا في المناسبة باهي هذه نحمد الله حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه نسأل الله أن يوفق قادة البلاد وكل المثقفين فيها وكل أهل الخير أن يكونوا في مستوى المرجوع منهم من هذا الشعب الطيب نسأل الله لبلادنا الأمن والأمان ودوام الرخاء وسائر بلاد المسلمين أن هو سميعون مجيب يا عائشك أستاذ أحمد شكراً عد ومشاء الله كل عام تحيب خير أيضاً الأستاذ عمر معت تحية ومشاء الله كل عام تحيب خير بارك الله فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن عتق من النيران ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح الطريق التي نسلكها حتى تكون تونس من ضمن البلدان الراقية المتقدمة بشعبها بعزمة شعبها بعلمها وعلم أبنائها يا عيش أكشاء الله نشوفكم في تجارب تلفزية قادمة سواء كان في زدني علما أو في غيره من العنوين اللي تلتقيكم فيها قناة القلم الصهرة صهرة فرح وصهرة نغم وأهيضا هي صهرة لقاء مع الفنان جمال الشبي من جديد اشتركوا في القناة 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 كنستر غلى كله تدير وقاتل طرف غلى منع كنستر متغلى وفي قيمات الأرس مثلا درجة خطيب الشركة الحدو قدروا اللي يقدر خويتما اللي يقدر فريدة اللي يقدر سلسلة وتعيبقاك في العيد معروفة احنا عددنا الشيقص الموسم احنا نقوله فردة سلسلة وتعليقة خاتم هي تختار الأول بعدها نمسج نقوله عايشك وربي خليك لياه وخرجوا مكان فرحانين من محلة متاعنا إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل إن شاء الله تونس كله بخير إن شاء الله كل عام ونتم حيين بخير وكافة الشعب التونسي إن شاء الله تونس ديبا بخير إن شاء الله كل عام تبخير إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام احنا حيين بخير نهني مرتي ونهني أولادي هنيوني وكل شي بنتي في ألمانيا نقدم لها تحية كبيرة إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل أيامنا كل عيد هذه عادتنا هذه أجواءنا في شهر رمضان وأجواء خاصة العائلات التونسية يا رب يكمل اللي عنده مناسبة سعيدة من المناسبات اللي كنا نشوفه فيها وإن شاء الله ديما إياكم أفرح وإن شاء الله ديما زاد نتلقى بكم وانتوما زهيين وفرحانين ومناسباتكم ديما من فرح إلى فرح آخر أما بالله يسيسوا شوي عليهم الخطيبات واللي قادم على مناسبات واللي قادم على بعض هالعادات هذه يسيسوا عليه شوي لأنه ساعات المصروف أكثر من لازم لأنه مش الفايدة في المصروف بقدر ما فايدة كما تقول أنتوما ناس الكل الفايدة في الهناء وفي أسركم وموجود في تونس كاملة لقانة متواصلة معكم في استقبال العيد السعيد وفي استقبال أيضا ضيوف تميزه وأسماء لمعه في قناة القلم ضمن البرمجة الرمضانية ومن بينهم اسم اجتهد كثيرا في البرمجة هذه من خلال عنوان بيرز وهذا العنوان هو قضايا في الفكر المعاسر مع منجو ومعدو ومقدمو الأستاذ زهير المدنيني مرحبا بيك سيزهير أهلا وسهلا بيك كل عام وتي بخير أهلا بيك أستاذ نوري مرحبا بيك شنا حوالك الحمد لله طو بعد رمضان الإنساني القروح وبعد هالمجهور الكبير في البرمجة تعب ولا مرتاح ولا كيفيش لا هو مرتاح كان وقت اللي يبدأ المردود أقنع بشكل أو بآخر وقت اللي يحس بأنه أسهم ولو بالقليل في إطار الارتقاء تدريجيا بالمعلومة المفيدة بالفايدة اللي تعم جميع النظارة نعم والمناسبة هي انترتحت الحمد لله المناسبة هذه ما نحبش نفوتها من غير ما نوجه معناها تهنئة بالعيد هدايا لكافة الشعب التونسي لجميع شرائح المجتمع التونسي دون استثناء بكل أطيافهم وبكل شرائحهم وبكل هنا توجهاتهم مهما كانت كما أتوجه أيضا بهذه التأنيئة لجيشنا الوطني الباسل ولقوات الأمن الداخلي والحماية المدنية وكل من يسهم ويحاول أن يعمل على توحيد صف الشعب التونسي وإن شاء الله بالمناسبة هذه هي غسرة ونتجاوزوها والمستقبل أفضل للشعب والتونس وكل من يسهم فيها بالخير ديما عندك النظرة التفاولية سيزوهير سواء كان في كلمك ولا حتى في برامجك في قضايا الفكرة للمعاصر ديما تحاول أنه تواكب قضايا صحيحة مرتبطة بتاريخنا ولكن مرتبطة بالراهن وأيضا مرتبطة بالمستقبل وهذا البارث في برنامجك بطبيعة الحال هو الواحد يحاول أنه يطرح قضية ما يطرحه فقط باش يشخصها ويحل العوامل المتاحة لا الضيوف هما بأسلوبهم بطريقتهم باختلاف تفكيرهم يحاول يقدم المقترحات أو المنافذ للعثور على حلول للمشاكل المطروحة والظواهر هذه التي ترحناها هي ظواهر نعيشوها في المجتمع ونحاول أن نرسل من خلالها نوع من التواصل نوع من الحوار اللي يأمن للأطراف المختلفة بأفكارهم لأنهم يواجهوها ويتعاملوا معها بشكل يسمح للجميع أنه يخرج في نهاية المطاف بنوع من الاقتناع أن الوطن هذا يسعى الجميع أن المجتمع هذا يره وحده في عدم رفضه الغيره مهما كان اختلافه عنه العنوان هذا يرجع لإدارة القناة وإدارة البرمجة وهي اللي يتمتكم بالبرجة في المستقبل بإذن الله تعالى بالإضافة لعنوان هذه التقيت مع الجمهور في قناة القلم في رمضان ضمن برنامج حواري هو سامت فيه في الأعداد سيد زفير وهو رجع الصداء هو في الواقع الأمر تنوبت فيه أنا وياك البرنامج هذية نوري بنفس الطريقة أيضا نشطنا بعضنا البرنامج هذية وهو في واقع الأمر منطلق أو بادرة لبرنامج نسعى إلى أن يواقب الأحداث الموجودة في تونس والمستجدات من أنجل أنها تسهم بطريقة أو بأخرى في تقديم بعض الحلول اللي ديما لوجوا من خلالها التوحيد صف المجتمع والخروج برسالة إيجابية المهم ركما نورنا في شهر ربضاء كما نورتنا ليلة في الصهرية شاء الله عيدك مبروك كل عام متحيب خيف زوائر ونطلقوا معك شاء الله في مناسبة أخرى تكون فيها الفرح ديما متواصل إن شاء الله وربي إن شاء الله يهني المجتمع التونسي الكل وربي إن شاء الله يجعل الناس الكل يد واحدة من أجل تجاوز الأزمة الظرفية هذه وأعتقد أن المستقبل أفضل لتونس مغروم باللغناء وبالموسيقى وكما مغروم بالقضايا وبالمواضيع الساخنة هنا الذوق بالنسبة لجميع الناس قد يكونوا مختلفا لكن ليس ممكن أن يكون ثمى إنسان من غير ذوق معناها أنت تحب الغناء أو لا؟ بطبيعة الحال الغناء هو جزء من الإنسان وليس ممكن أن يتخلى عليه مدامك ابتسمتها لابتسامة العريضة هذه خلنا بتحفوك أنت وإن شاء الله زاد جمهورنا اللي تابع فينا في المنوعة هذه إن شاء الله زاد حتى هو يكون فرحان بالأنغام اللي نقدمها في صهرة استقبال أعيد الفطر المبارك شاء الله مبروك على كل التونسة ومبروك على كل الأمة الإسلامية يا رب الفقرة المويلية مش تكون مع فرقة متميزة بإنشادها الديني واختصاصها في هذا المجال هكا علش الليلة هي حاضرة معنا حاضرة بأنغام جديدة تبثلي أول مرة على قناة القلم يشعدنا أن نستقبل هذه الفرقة اللي تهتم بالإنشاد الديني بقيادة الفنان المتميز ماهر الهدار نعم وجد لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة نعم وجد لي بالتوبة الله ولا تدعني في خيبة بحق من أمى طيبة أصلح لنا الأحوال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني نجيني يوم الديني أولا يا قتال أنعم وجد لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة أنعم وجد لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة بحق من أمى طيبة أصلح لنا الأحوال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني ونجيني يوم الديني بحقه نور قلبي ومحو شقائي يا ربي بحقه نور قلبي ومحو شقائي يا ربي ومنح لي نظر في القرب في موقف الأنوال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني نجيني يوم الديني أولا يا قتال أنعم وجد لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة أنعم وجد لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة بحقنا الأمى طيبة أصلح لنا الأحوال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني ونجيني يوم الديني مولا يا قتال موسيقى صلي وسلم يا مهدي على النابي الهادي المهدي صلي صلي وسلم يا مهدي على النابي الهادي المهدي صلي وسلم يا مهدي على النابي الهادي المهدي والآل أصحاب المجد وصحبه الأبطال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني نجيني يوم الديني حولا يا مطال أنعم وجل لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة أنعم وجل لي بالتوبة ولا تدعني في خيبة بحق من أنا طيبة أصنح لنا الحلال يا ربي فاقفر ذنوبي ونجيني يوم الديني ونجيني يوم الديني أولا يا مطال شكرا للفنان ماهر الهدار يعطي الصح على هذا النغم مرحبا بيه أهلا وسهلا ماهر هو يأنسنا في صهرة العيد أنسنا بحضوره وبفرقته أيضا أهلا وسهلا بيك يا ماهر مرحبا بيك نغم متميز الناس نبيه الليل في صهرة العيد وأنت زيدا زيدا ديما متميز في حضورك ضمن هذه النوعية من الأغاني مرحبا بيه كمان فضل عيدك مبروك كل سنوة طيبة بخير بسم الله الرحمن الرحيم سعيد جدا بهذه الاستضافة من قناتنا قنات القلم قول قناتنا هي قنات وهي قناتكم فعلة قنات دونس نعم ونغتنم الفرصة باش نقدم تهانية بمناسبة العيد لكل شعب التونسي ولولهم عيدكم مبروك نعم يا عيشك يا ماهر النوعية هذية ملغاني بنسبة لك اختيار من البداية هذية مواشي تغيير في مستوى نوعية أعمال اتناولها ماهر وإنما اختيار من البداية حبيت تختار النهج هذية والله صراحة هو الانشاد الديني يعني أنا بديته منذ الصغير صراحة معناها من اللي عمري تقريب 15 أو 16 سنة يعني من الزمان ولكن أنا معك من صراحة تعاملت مع كل الموسيقات يعني درت على الموسيقات الكل يعني وفي الأخر وفي الأخر استقرر رجعت الاختيار رجعت الوصل لأول اختيار هو معناها هذيك هو روحي هذيك هو الإحساسي يعني الكلمة الملتزمة وكل ما يعني الانشودة الدينية يعني جولة رمضانية باية كانت اسنا بالنسبة اللي صار ما يزيدش يصير إن شاء الله في المستقبل نشوفه الأمن والأمان لكل الشعب التونسي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقوله فما كان الخير إن شاء الله يعني بعض المهرجانات اللي ربما ربما يعني في السابق كانت فرقة المهر الهدار الإنشادية بقى يعني بعد الثورة صراحة خطرت لها من الأسامي فرقة غصن الزيتون وبالمناسبة هي معناها فرقة غصن الزيتون للمنشد مهر الهدار ولكن نحب نقدم تحية للميستر الفرقة الأستاذ محمد جرايا تحية لي يعطي صحة محمد شكرا على الإداء المتميز في العزف والموسيقية الأستاذ محمد جرايا هو اللي يشرف على الفرقة يعني موسيقيا وتمارين وكل وعلى كل حال احنا ليد فليد ديما ليد فليد ديما ليد فليد ان شاء الله شو نحويل العيدة معك كمان والله يا رب يسترح خلاف الغناء والموسيقى القضيات لأمور الأبيس لعائلة شاء الله ديما لبيس تعيد عن الناس الكل وعلى عائلة ان شاء الله كل عام تبخير نقدم تهنية مجددا كل الشعب التونسي لعائلتي بصفة خاصة تخلق للسوق بخير صرحة الأيامات التيلانية هذه متعبة شوية على مستوى تخلق للسوق والله الحمد لله رب العالمين طوي يتعدل شهر رمض بعدين نتأسف عليه نقوله كل نهار يتعدل يعني ببركات شهر رمضان لا ذي كالمعاني السيمة لشهر رمضان تبقى ديما فوق كل اعتبار ما فميش شك في أنه القيم وفي أنه الجانب الإيماني والتعبدي يترسخ في هذا الشهر الكريم لأنه فعلا قد ما ننهل من هذه المدرسة وبيقي شوية ولكن ثم بعض العادات في عائلاتنا التونسية منزلت متواصلة وهي باهية ومطلوبة معناها من غير شك لأنه الإنسان كيف يدخل السوق وفهم بعض العادات وفهم بعض التقاليد باللحلو والخبز وكله موجود هذا أكيد أكيد كناس الكل ندوروا في الأسواق ونقذيوه وأنها قل الفنين كيف الناس الكل موسيق فهم ننكملوا نأخذوا في قضيات العيد والحمد لله أنا نحب نتجول معك مهر ونحب نتجول مع جمهورنا اللي يتابع فينا في الأسواق المرتبطة ببرشة عادات من هذه العادات ألمش نشاهدوه مبعض الآن وقت بدأ تقرب نهاية يمدسي دي رمضان اللي مدينة تشهد جو آخر من الانتعاش والحيوية وتبدأ القفة تتعبى ويبدأ المواطن يركز على العادات وتقاليد هذك عليش؟ اخترنا باش نبدأ وكلامنا بالحوت المالح والشرمول اللي ما تتقطعش من كل دارس فقسية العادة هذه موجودة قاعدة البذرة هذه قاعدة عايشة معنا مع الشيء المتاعنا والشيء اللي بعدنا تمت لا بد منه إذي كساوة كالعام نستي وهذي كحوت المالح عادية وتقلي وهك إذي كما ناخذوش الشرمولة والحوت المالح نمرضو هذي كهير عادة بس فقس الشرمولة والحوت المالح في سفقس متسمية وغير شرمولة وحوت مالح لو كتجيب العلوش لمرة ما ترزاش ينسب الحوت المالح هو الأول والشرمولة هذا هو الأيد صغير في سفقس هذه حاجة معنا تم تعودين عليها كل عام معنا هذه الشرمولة في سفقس هي معروفة كم في سفقس شوية في تونس حتى في تونس يكلوا في سفقسية نحن النقع متاعنا في سفقس ثمتا في رمضان نحوط المالح وشرمولة ما غير حوت مالح وشرمولة ليتعدى رمضان ولايد مستحيل باش دو قل لك أعطيني شرمولة وحوت مالح خيمة على اللوج وخيمة كل شي كل شي موجود وحوت الأنواع لحوت الكل موجودة وورخص من عام نور حوت فلشكو حوت بيع ومالح شلق رحم على حينا بخير مالذي مشي موجود الحمد لله رب العنوية أصلها شنية العادة هذية آه تنقلك على هنا مولاق الزجدين التبيب كان لبرة التبيب كان لبرة جاء السوق الحوت يلقى حوت مالح سبناخ قال هذية السمن المواطن قعد في بالو هلا هي ده مش يخدم قال اليوم مش يشوني أربعمائة رقبة نهار ده هلا هي ده مش احد عليس عقادة الكي كلام هاها سرمولة نحن سمم دالحون فات معده دواء شراء بيدو شراء السم بيدو وبعد شراء دواء بيدو ودريق ندومو من وقته ولا دعادة زبيب خذيني هلا 15 دينار العاشر هلا 15 دينار والحوت المالح حوت المالح 22 دينار بكله خذيته قبل 180 فرنك الكيلو يا حوالي الزبيب السناء آه يا ولا باه الناس كل تاخذوا الحمدول الله يربع منها لسوهم الكله لنميع كله معانتها بالشوكة متأقلموا مع الكليونات معانتها يحبوا الغالي يحبوا الرخيص ميوكا تفرق في الكاليتيك فهمتها مثلا عنها ذايا كخشينو نحسبو فيها على 13 عسلي مخصول لو مخصول لهم زينا ذايا نظيف وعنا هاكي كيف سيدة على 13 فهمتها وانتو الكليونو شيحب والله يتو الكبار اللي يجي ويقضيوه ما ياخدو كان العسلي او طو السيد الرجل الكبير يجي ياخدو كان العسلي فالخارج يقولوه ساعة على الساعة كعبة قارصة وفهمت فينق روسية اما العسلي طو السنين الله نستعملوه في الزبيب الشرمولة نعملوه من العسلي وما تحلم أكلت الشرمولة والحوت المالح عند السفقسية كان ما تحضر على الطاولة خبزة العيد اللي جاه يتفور من عند عمس عيد فارينا والنسمية المفيد خبزة عيد خبزة سميت خبزة فارينا اللي الحمد للرسول الله ثم اشكونا يحب خبزة مبسوس بعدين نختموله خبزات عيد مبسوسين فهمني حسب المواطن مواطن مواطن كل يوم فهمني هذا بالنسبة لخبزة العيد فهمني القبيل على خبزة العيد اكثر نوع يمشي في السوق هو خبزة سميت بوه احنا بنسبة نحنا نعملوه على شكل معظم مستطيل وشكل مربع فهمني وقال الفراك فهمني معده ما خلي واش معده عالي برشا فهمني سوكي فيه معده يكون معده مستحب معده وفيه نكرة خاصة فهمني منسبة نحنا فهمني وبعد شقان الريقة كيف ما يقوله السفقسية واللمة البلدية تدخل الميمة للكوجينا بيش تحذر صحفة لحلول ابنينا وبين ملبس وكع كورقة وفكان الصغار لحلوب السرقة يدخل الضيفان ويبدأوا الحديث على لحلول مزيان من عند شكون فلان ولا فلتان وشنية لنوعلي تحبها ولا الوين والله كل عيد وشنوان انا شناخده في العيد الصغير ناخده حلو معين وفي عيد الكبير ناخده حلو معين وفي العيد الصغير في العيد الصغير ناخده كعك الورقة ناخده عندها الليبانيز هنا ديما مبراسيب وناخده شوية صامسة شوية حلو هذي كمتاع يقولون له هذي بالبندق مكاون برنسيب حلو العيد شنو هو بالنسبة لي لك والله عادة معنيها كل عام العبد مستنس انه في العيد لازم يقضي اللي حلو البقليوة هي معنيها اول حاجة وملبس وما تابعو من الانويع الاخرى اما ديما البقليوة تقعد هي الحاجة الاولى البقليوة شنية عنويع هي البقليوة والله ناخده العدلية ناخده البقليوة البي والله ننوع الكل برنس كان عجبني كل شي عرفتش لي كل شي ناي كعك ورقة كعك عنبري عجبني كهو حويج التقليدية معنيها انت تفاضل حويج تقليدية اي يعجبوني بقليوة ازدك والله يتعرف تقديم الحلوة التونسي معنيها هذي كباز معنيها في القايمة الاولى وبعد يجي الحويج جد معنيها هو حلو تونسي اما في ثوب جديد معني حاجة منظر الطعمة معنيها القديمة والمنظر الجديد يحبوا المنظر الجديد وزي ما حويش خارج على الحلوة التونسي كمبليتما معنيها حاجة ما هيش تونسي حلوية التقليدية حاولتوا انكم تطوروها في الشكل معنيها وفي الالوين بالضبط كون فوق متولي فوق مؤخرة تكون زينة من فوق حاجة اخرى معنيها تقعد ديما الطعمة مع الساعات تشوفها بعيدة كمبليتما لوقت هالحاجة القديمة أكثر حاجة تقعد هي الحلوة التونسي أما بالأخر رغم يخذوا الباز هي الحلوة التونسي ويخذوا معها كل شيء وبعد برشة فرحة هالعيد أول لما مع العائلة والضحكة اللي في كل مرة تزيد نقعدوا بينا وبين أرواحنا ونتسائلوا زعمها هالعادات الدوم ولا جي نهار وتقعد منها كان الريحة والذكرة كان المشموم